استقبلت محافظة بني سويف قافلة المواد الغذائية والمساعدات ضمن فعليات مبادرة قطار الخير التي تنفذها مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في إطار توجهات القيادة السياسية للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية مع استمرار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جاء استفاف الشحينات في قطار الخير أمام مبنى محافظة بني سويف بمشاركة 16 عربة يمثلون مؤسسات التحالف الوطني لتوصيل مساعدات تتنوع بين غذائية وعينية وشنط وأدوات مدرسية وحلوى المولد وأدوية نقدم مجموعة كبيرة من السلع الغذائية سيما حضرتك شايف قطار موجود أمام ديوان عام المحافظة يقدم مجموعة كبيرة من السلع الغذائية بيقدم كمان مجموعة كبيرة من اللحوم التي توزع الأهلينا هنا في كامل مراكز بني سويف كمان معنا شنط مدرسية هنوزعها لأولادنا الأطفال الموجودين في المدارس يأتي قطار الخير ضمن حملات لطرق الأبواب بتوزيع مواد غذائية ولحوم ووجبات ضمن مبادرة خيرك سابق للتحالف وتوزيع الشنط وأدوات مدرسية وغيرها من الأنشطة القوافلة بتضم 12 مؤسسة من كبرى مؤسسات الخيرية في مصر القوافل والشاحنات دي محملة بكل المساعدات الغذائية الممكنة وبعض من الشنط المدرسية وعلى بحلوة المولد والأجهزة الكهربائية واللحفات المنزلية والجواكت للطلبة وكل دي بأعداد كتير النزلين لمعظم مراكز المحافظة وبنستهدف الحالات اللي هي أولى بالرعاية ونحن دايما مكملين مع التحالف الوطني من أول قوافلة لحد آخر قوافلة إن شاء الله انطلاق قطار الخير إلى جميع قرى محافظة بنسويف يشمل شق التمكين الاقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخرى مع تنظيم قافلة شاملة في قرى مركز بيبة ضمن افتتاح المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة